تتعارض أحكام الإعدام هذه مع المعايير الدولية المعترفة بها للمحاكم العادلة ومراعاة الأصول القانونية وغالبا ما تنطوي على تعريب السجناء السياسيين النظام في طهران هو الجلاد الرئيسي للأفراد من المواطنين وهو النظام الوحيد الذي ينفذ حكم الإعدام بحق الأطفال في انتهاك العهود الدولية على حماية حقوق الأطفال لقد حان الوقت لأن يحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظام المسؤولي عن انتهاكاته الفاضحة لحقوق الإنسان ويفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في مثل هذه الفضاء